المبعوث السويدي إلى اليمن بترسمينبي لمناقشة التطورات الجارية في اليمن وجهود المبعوث الأمم والمشاورات اليمنية اليمنية الجارية حاليا في الرياض واستعرض رئيس المجلس الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن منوها إلى أهمية المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تهدف إلى التأسيس لمرحلة سلام عادل وشامل ينهي الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني وتطرق إلى الإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جورندبرغ بشأن إعلان هدنة لمدة شهرين لوقف كافة أشكال العمليات العسكرية متمنيا أن تصمد هذه الهدنة وأن لا يخترقها الحوثي كعادته مؤكدا أن التزام الجميع بهذه الهدنة سيشكل دافعا قويا للأطراف المتواجدة في مشاورات الرياض وستعطي فرصة حقيقية لليمنيين للوصول إلى خيارات سلام واسعة كما أشار إلى تحايل الحوثيين المستمر وانغلابهم على اتفاقات السلام وعدم التزامهم بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتنصلهم عن تنفيذه واتخاذه وسيلة لتأمين أنفسهم واستخدام الأصلحة الإيرانية واستمرار زازعات الأمن والاستغرار وتهديد الملاحات الدولية مشيرا بأن هذا الاتفاق الذي نص على فتح الطرقات والمعابر ورفع الحصار الجائر على محافظة تعز لم يحقق أي تقدم ولم ينفذ منه شيء ولا تزال محافظة تعز تحت اليوم أو حتى اليوم تعاني الحصار وقضع الطرقات وما يترتب على ذلك من مآس ومعاناة إنسانية وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن يطلع المبعوث والأصدقاء في السويد بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق الإمامي شأنه التخفيف من معاناة أبناء محافظة تعز والحديدة مثمناً الجهود المستمرة التي تبذلها السويد للمساهمة في حال الأزمة اليمنية وتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني من خلال ما تبذله في هذا الجانب ومن جانبه أكد المبعوث السويدي حرص بلاده على بدل المزيد من الجهود لدعم السلام في اليمن لافتاً إلى أهمية مشاورات الرياضة والتي تحظى بدعم وتأييد بلاده والمجتمع الدولي وأن كل مخرجات اللغاء التي تسعى إلى السلام ستكون محل اهتمام ودعم من بلاده مؤكداً أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للأوضاع في اليمن وتؤكد مواقفها إلى جانب الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره